اشتركوا في القناة العرض السياسي والاطروح الجديدة هذا المؤتمر سيجيب عنه لان لجنة الحضارية نحن دائما كنا نعد للمؤتمر سانا قبل لكن الاعداد المبكر هذا ليش المبكر هذا الاعداد المبكر لانه قيل بانه وكتب بانه هناك تحركات لبعض المبعدين او لمعارضي للقيادة الحالية من اجل حصر السيبن كيران في الزاوية لذلك التحركات هذا تفسير تآمري مبني على تفسير بسؤنية وانه هناك مؤامر هذه متلات تفسيرات لم تكن لم تساعد في فهم تطور الحزب لا في الماضي ولم تساعد في فهم سلوكه اليوم لان قل لي المؤتمرات السابقة للحزب كيف كان يقع الاعداد كيكون عندنا المجلس الوطني في بداية السنة يصادق على الميزاني ويتخذ القرارات المرتبطة بالسنة المقبلة المؤتمر المقبل المؤتمر المقبل اذا لم يقع الحسم فيه في المهد المجلس الوطني الذي سيصادق على الميزانية سنكون انا داك في وضع غير طبيعي بمعنى اذا اضطر الحزب لعقد مجلس وطني استثنائي مجلس وطني استثنائي للمؤتمر انا داك اطرح السؤال دي الوضعية الغير العادية في الحزب مما الحزب الان تخذ القرار تشكلين هادئ للجنة التحضيرية للحزب فيها عدد كبير من اعضاء الامان العامة السابقة وليسوا اعضاء في الامان العامة الحالية استاذ سليمان العمراني الاستاذ الحمداوي الاستاذ العربي هل هناك مجال الان لفتح باب من صحة التعبير المصالحة في امام الغاضبين او المبعدين لا ليس هناك ابعاد وليس هناك غضب سرباح مثلا دبعا الحالة دي السرباح لانه السرباح السرباح اختار عن عبرة في حوارات صحفية انه اختار العمل في ظل قراءته للوضع ولولا القيادة الحالية لما صار في هذه هو عبر عن قناعة ترتبط بالعمل الجمعوي اذا كان عنده مشكل مع القيادة الحالية هو السبب الرئيسي سيتجه الى عمل حزبي ولن يتجه الى عمل جمعية هو عبر عن قناعتهم لعمل حزبي هذا ما قال ولكن خارج الاستاذ رباح اعطيني اسم تاني من الغاضبين ايه من يقاطعون الامن العامة سيشوباني مثلا لا يقاطع الامن العامة وليس غاضبا ليس غاضبا ولا يقاطع الامن العامة وانا توصلت معه عدد من المرات وكانت اني مع عدد من نقاشات حتى التدوينات بعض الكيادات السابقة سيأم حجور مثلا تدوينات قاسية مثلا في حق التدويات سيأم حجور يعبره عن رأيه حضر المجلس الوطني عبر عن ما يكتبه في تدوينات اعلن عنه في المنصة المجلس الوطني وأجاب عنه الأم بمعنى بالنسبة لك من يقاش عادي هذا أنا بالنسبة إليه هو الأمر مش عادي أغير غير عادي هذا وضع ديمقراطي داخل حزب حي حزب حي يعاني من تحديات يواجه إشكاليات استطاع أن يتجاوز صدمة 8 وتنبر يتقدم الآن نحو المؤتمر في 2025 استطاع أن يعيد تشغيل هيكله لأنه 8 وتنبر لم تكن سهلة ولكن الحمد لله تجاوزناها ولكن أنا بالنسبة إلي كيف نرصد يعني هذه ظاهرة حزبية وضع حزب سياسي حزب سياسي استطاع استطاع أن يحافظ على وطيرة اشتغاله ويعبر عن مواقفه إزاء القضايا الوطنية ويطرح يعني مقترحات ومبادرات في عدد من القضايا آخرها القانون لإطراء مقترح القانون لإطراء الغير المشروع لتطرح هذا الأسبوع أو الأسبوع الماضي في مجلس النواب للفارق وقبله مبادرات أنا بالنسبة إلي بعض القيادة السابقة أن تختار يعني أو سير في مسارات معينة ليس سير أن تكون أن تكون في وضعية يعني لا تشتغل ضمن البنية القيادية يعني لا تكون جزء من الأمن العام أو من الكتابة الجهوية أنا أتفاهمه أتفاهمه ولكن بالنسبة إلي ما هو المستقبل المستقبل أن هناك دينامية هل تعولون على أن هذه الدينامية ستعيد لكم ثقة المغاربة في أفق انتخابات مقبلة مثلا هذا حزب من حقه عنده مشروع كمش انتخابات باش يعود يوصل للحكومة الإشكال بالنسبة إلينا في العدالة والتنمية هو أن نساهم في العملية الإصلاحية ثقة المغاربة أنا لا أريد الدخول في بعض نقشات الهامشية ولكن إن شاء الله الآن ثقة المغاربة هي التي أوصلتكم اللي أعطتكم هذا النفس لمساهمة هذا النفس الإصلاحي نتحدث على 2011 يعني ما الذي ما الذي تغير ثقة المغاربة هي كل شي دبا الآن أنت بالنسبة إليك ثقة المغاربة هي الأساس التي تعزز انخيرات الحز في المصر الإصلاحي ياك هذا هو السؤال أنا أقول لك نعم بمعنى أن الشغال الحزب تواصل الحزب مع الناس تقديم الحزب لمبادرات وأفكار تتعلق بالإشكالية المطروحة على المستوى السياسات العمومية استيعادة الحزب لدوره كمعارضة فاعلة بناء على المستوى المؤسسة الشريعية انخيرات الحزب في تواصل مع الأحزاب السياسية الأخرى في المعارضة ومتنسوش تابنوا معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي